متغيرة الفيروس الجديدة تتمتع بمعدلات انتقال عالية بشكل كبير على مستوى العالم هذا ما حذر منه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوز جيبريسوز أضاف أن زيادة الحد في إفريقيا توثير القلق بشكل خاص لأنها المنطقة الأقل وصولا إلى اللقاحات والتشخيصات والأكسوجين ونبه إلى وجود دلائل متاحة تشير إلى أن متغيرات الفيروس الجديدة تتمتع بمعدلات انتقال عالية بشكل كبير على مستوى العالم هذه الزيادات التي أعلن عنها جيبريسوز كان لها النصيب في بريطانيا التي سجلت أعداد الموظفين في الشركات البريطانية زيادة غير مسبوقة خلال شهر مايو وذلك عقب تخفيف قيود مواجهة الفيروس ويعدة المطاعم وغيرها للعمل ورغم ذلك لا يزال هذا الرقم أقل بأكثر من نصف مليون شخص عن عدد العاملين في بريطانيا قبيل بداية الجائحة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من جهته حدد موعدا نهائيا جديدا في التاسع عشر من يوليو المقبل لإنهاء قيود الفيروس كورونا في إنجلترا وأمر بتأجيل يصل إلى شهر للمرحلة النهائية من خريطة الطريق الخاصة به لإنهاء الإغلاق بسبب مخاوفة بشأن انتشار السلالة الهندية للفيروس ووصفت الخطوة بأنها ضربة مدمرة لمجال الترفيه